اشتركوا في القناة انا كله خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل لأحد سواك فيه شيئا يا رب العالمين مرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطابا مشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا ونسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في جنته ومستقر رحمته ودار كرامتك هذا هو المجلس الثالث والثلاثون من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام وكنا توقفنا في المجلس الماضي عند هل يذكر أحد شيئا؟ عند تسرب خبر بيعة العقبة الثانية إلى قريش وجاء وفد قريش إلى وفد يثرب يسألونهم الخبر لكن قبل أن أدخل في هذا الأمر كان مما فاتني ذكره في المجلس الماضي لفتة مهمة عن الأنصار الاثنى عشر الذين بيعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعت العقبة الأولى نحن ذكرنا أن هؤلاء هم اثنى عشر فعلا وقضوا سنة صاروا سبعين أو أكثر من ذلك وذهب معهم موسى بن عمير وكانوا يقيمون الجمعة ذكرنا كل ذلك والذي فاتني ذكره هنا وهو مما يوضيف إلى عظمتهم عظمة أخرى أن أول الذين هاجروا إلى المدينة أول الصحابة الذين هاجروا إلى المدينة خاطبة هو سيدنا أبو سلمة سيدنا أبو سلمة سيدنا أبو سلمة هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية بسنة إذن هو حين هاجر إلى المدينة قبل بيعة العقبة الثانية بسنة فعلى من نزل يعني من الذين كانوا ملجأه من الذين كانوا مضيفيه من هؤلاء الاثنى عشر يعني هؤلاء الاثنى عشر سرعان ما تحولوا يا جماعة في المدينة إلى مكان نجاشي في الحبشة يعني صار يمكن أن يهاجر إليهم من المسلمين المستضعفين بمكة الذين يفرون بدينهم وهم قد بايعوا بيعة الإسلام قريبا فهذا مما يعطيك تصورا عن كيف كانت همة هؤلاء وكيف كانت تعظمتهم وكيف كان بذلهم للدين أنهم في هذه اللحظات الأولى كانوا ملجأا لمن يريد أن يهاجر إليهم فهذا أرجو أن لا ننساه لأننا ندرك بذلك ما هي نوعية هؤلاء الأنصار الذين انتقلوا في خلال سنة واحدة كما قلنا في المجلس الماضي من بيعة الإسلام والإصلاح الصلاح الشخصي التكاليف الشخصية إلى بيعة الجهاد والنصر والدولة وكيف أنهم كانوا المركز الذي بنيت عليه دعائم دولة الإسلام في المدينة طيب سيدنا أبو سلم لقصة هجرته حكاية مؤثرة إن شاء الله سنأتي إليها فيما بعد نحن نتناول هجرة الصحابة لكن الآن نستكمل الحديث عن ما جرى في بيعة العقبة الثانية ذكرنا إن الخبر تسرب وجاء وفد قريش إلى وفد يثرب صبيحة اليوم التالي لباعة العقبة وقالوا لهم يا معشر الخزرج وذكرنا أن العرب كانت تسمي أهل المدينة أو سهم وخزرجهم خزرجا تمام وذكرنا أن ذلك لأن الخزرج كانوا أكثر أهل المدين طيب فقالوا لهم يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا طيب والله إنه ما من العرب حي أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينه منكم تمام طيب فما الذي حصل يقول سيدنا كعب بن مالك روي قال فانبعث من كان منا من المشركين يحلفون بالله أن هذا ما كان ودلوقتي ذكرنا أن السبعين تسللوا بالرجل والرجلين إلى أن بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بقية الناس لم يشعروا فانبعثوا يحلفون بأن هذا ما كان وأن هذا لم يحدث ولم نعلم به يقول وصدقوا فإنهم لا يعلمون أما نحن فصار بعضنا ينظر إلى بعض ونسكت فذهب القوم وقتنعوا رواية أخرى تذكر أن هذا الوفد كان فيه الزعيم المرتقب للمدينة الزعيم الذي كانوا يعقدون له التاج كانوا يجتمعون عليه وهو عبد الله بن أبي بن سلول فعبد الله بن أبي بن سلول استغرب لما سمع وقال والله إن هذا الأمر جسيم يعني إن هذا الأمر عظيم جسيم يعني كبير الجسم معنى الحرف له كبير الجسم فهذا الأمر جسيم يعني هذا الأمر كبير هذا الأمر عظيم وما كان قومي يعني لم يكن قومه ليتفوتوا علي يقول يعني ما كان يمكن أن يفوت علي مثل هذا الأمر لو أن قومي فعلوه طيب هنا صدقوهم وانصرفوا عنهم طبعا نحن حين ننظر في هذا أول ما نستفيد يا جماعة الخير أن الخبر الذي كان يحمله سبعون من الناس لم يعرف به هذا الوفد من المدينة وانبثقوا واندفعوا ويحلفون عنه هذا ما كان طبعا يعني أي إنسان يعرف أنه صعب جدا 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 أن خبرا يعرفه سبعين يعرفه سبعون ولا يتسرب صعب جدا حتى يعني طفق يقال في الناس أنه إذا السر عرفه آخر لم يصر سرا تمام ومما يقال في هذا يعني فيه وأحد الشعراء ضجر من أنه كلما استودع سرا عند أحد وجده مفشوة مفاشية فقال إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيقه تمام فطبعا نحن الآن أمام كفاءات عالية حقيقة في إن الخبر لا يتسرب مع أنهم أكثر من السبعين إحنا ذكرنا سبعين أو واحد وسبعين أو اثنين وسبعين ومعهم مرأتان فأحنا نتكلم في حد الخمسة وسبعين فهذا حقيقة مما يثير الإعجاب أيضا لهؤلاء الأنصار طيب وذكرنا أيضا أن هم سبعين وأن هؤلاء السبعين ذكرنا في المجلس الماضي هؤلاء السبعين هم الذين ذهبوا إلى المدينة في حديث جابر قال فأتمروا بينهم قالوا حتى متى نترك رسول الله يطرد في جبال مكة ويخاف فذهب إليه سبعون رجلا منا يبقى هؤلاء السبعين ذهبوا لكن مثل هذا الموقف يحكي لك أن هؤلاء السبعين لم يكونوا أيضا يعني متمكنين من الأمر في المدينة يعني أمر أنهم كانوا سرا وبايعوا النبي سرا وهناك وفود من أهل المدينة كبراؤهم وزعماؤهم وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول وهؤلاء لا يعرفون أيضا هذا يعطيك أن هؤلاء القوم السبعين المبايعين لم يكونوا متمكنين من أمر المدينة يعني لم يكونوا متمكنين من أمر المدينة ومع ذلك ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستدعونه ورأينا شجاعتهم في باعة العقبة الثانية وهو يقول خذ لنفسك ما ترضى يا رسول الله خذ لنفسك ولربك ما ترضى والله لا نقيل هذه البيعة نحن أهل الحروب ونحن أهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر أم يطعنا يدك يا أسعد فوالله لا نقيل هذه البيعة ولا نستقيلها يعني كل هذا وما يزال وضع المدينة ليس ممكنًا لهم شوف يا جماعة الخير قيام الدول يحتاج إلى الجسورين المغامرين يعني لا يمكن أن تقوم دولة على أكتاف الناس الحكماء العقلاء الفلاسفة والباحثين والمفكرين الناس دي لا تقوم على أكتافهم دولة تقوم الدول على أكتاف الرجال الذين عندهم القدرة على الجرأة القدرة على الجسارة القدرة على التحدي ونحن ذكرنا قبل قليل كيف أنه 12 رجلا منهم فقط كانوا مستعدين أن يستقبلوا مهاجرا زي سيدنا أبو سلمة ويستقبلوا سفيرا زي سيدنا مصعب بن عمير ويقيم الجمعة في المدينة فهذا أيضا مما يعطيك تصورا عن نوعية هؤلاء الرجال حقيقة هنا من اللفتات الجميلة التي أتذكرها لشيخنا وسيدنا الشيخ الأسير البصير فضلت الشيخ حازم أبو اسمعيل فك الله أسره الشيخ حازم أبو اسمعيل وجدت عنده لفتة لم أقرأها عند غيره هو يقول الآن النبي صلى الله عليه وسلم بايع السبعين فردا فردا تمام وبعدما بايعهم قال لهم أخرجوا إلي 12 نقيبا منكم طيب الشيخ حازم يقول لماذا لم يقل للنبي صلى الله عليه وسلم استخرجوا 12 نقيبا أولا يبايعهم يعني بدل ما يبايع السبعين يبايع كام 12 الشيخ حازم يقول لا هنا يجب أن تعلم أن التكليف مهمة فردية التكليف مهمة فردية البيعة البيعة على العمل أمر فردي كي لا يأتي أحد مثلا ويقول والله أنا ما كانش أجبني الموضوع ده لكن يعني كبار قومنا بايعوا فبايعت معهم في جملتهم وبيعت ولم أكن موافقا أو لم أكن راضيا البيعة تكليف فردي لكن تنظيم العمل بعد ذلك تنظيم العمل هو الذي يكون بهذا الشكل الجماعي والشكل المنظم وهذه لفتة مهمة جدا حقيقة يا جماعة الخير كل إنسان فينا مكلف فردا أن يعمل للدين فردا هذا أمر لا يسقط عن الفرد في نفسه سواء كان في زمن أمن سواء كان في زمن ضعف أو في زمن خوف سواء كان في بيئة إسلامية لم يكن في بيئة إسلامية كل إنسان مكلف في نفسه بأن يعمل للإسلام لكن إذا تحول يعني مكلف في نفسه أن يعمل للدين بقدر طاقته لكن حين يتكون تنظيم حين تتكون حركة حين تتكون جماعة فهنا لا بد أن يدار هذا الأمر بهذا الشكل الجماعي وإلا إذا لم يكن هناك سمع وطعا فليس هناك جماعة أصلا تمام وبالتالي فالإنسان لا يسقط عنه التكليف الفردي للعمل للدين طالما في نفسه نفس طالما فيه روح لكن إجراء الأعمال بعد ذلك يحتاج إلى تنظيم وتهيئة وسمع وطاعة وانضباء تمام واضح يا جماعة الخير؟ طيب بهذا انتهت بيعة العقبة الثانية ويعني نستطيع أن نقول وضع أساس الدولة الإسلامية وهذه البيعة حقيقة غيرت التاريخ إلى الأبد لأن هذه البيعة هي التي أسست الدولة الإسلامية دولة الإسلامية هي التي غيرت خريطة القوى في الحجاز وفي الجزيرة العربية ثم غيرت خريطة العالم كله العلماء هنا لهم تسمية لطيفة في بيعة العقبة الثانية يسمونها بيعة الرجال قابلها بيعة النساء اللي هي بيعة العقبة الأولى بيعة العقبة الأولى تسمى بيعة النساء وتسمى إزاكم الله خيراً بارك الله فيك سلمت يبقى البيعة العقبة الأولى تسمى بيعة العقبة الأولى بيعة النساء وهي بيعة الإسلام بيعة العقبة الثانية تسمى العقبة الثانية بيعة الدولة أو النصرة وبيعة الرجال الحقيقة لأن النساء غير مكلفات بالجهاد من المكلف بالجهاد وبالنصرة؟ الرجال تتذكرون خطاب أبي عبيدة حفظه الله وهو يقول نحن لا نطلب منكم أن تدخلوا بجيوشكم لا سمح الله ولكن هل عجزتم أن تدخلوا إلى غزة بعض الأغزية والأدوية فالدول تقوم على أكتاف الرجال الدول تقوم على أكتاف الرجال بهذا المعنى الذي نتكلم فيه طيب حقيقة يا جماعة الخير نحن متفقين أن هذه السلسلة من السيرة نحن لا نتعلم فيها السيرة وتعلم الذي يجهلها وبدون أي تواضع يعني فإني لا أصلح أصلا لتدريس لا السيرة ولا غير السيرة والسيرة تكلم فيها من هم أعلم مني بكثير وما شاء الله كتبهم ومحاضرتهم مبثوثة على الإنترنت وإنما نحاول من هذه السيرة أن نفهم مواقعنا ونفهم كيف يمكن أن نصلحه طيب الآن ونحن نتكلم عن باعة العقبة الثانية الآن يا جماعة الخير لن يأتي لك نبي يطلب باعة النصرة الأنبياء ختموا تماما الأنبياء ختموا ما فيش نبي سيأتي ويطلب باعة النصرة لكن كل إنسان يحتاج أن ينظر في نفسه ماذا يكون رد فعله حين يأتيه رجل صالح داعية مجاهد يطلب منه النصرة والإسناد والدعم تزكية مال جاه علاقات كل واحد يتأمل في نفسه ماذا سيكون رد فعله إذا جاءه هذا الداعية هذا المصلح هذا المجاهد مشروع دعوي إصلاحي يحتاج إلى تمويل يحتاج إلى تزكية يحتاج إلى علاقات يحتاج إلى جهد والأنبياء ختموا نحن نرى مرآة واقعنا في السيرة النبوية ونرى في السيرة النبوية مرآة واقعنا أيضا وإحنا لو عدينا على هذه الأمور دون أن نتوقف هذه الوقفات يبقى لم نستفد من السيرة شيئا يعني تتخيلون يا جماعة الخير أن الذي يبخل الآن بماله أو بجهده أو بنفسه أو بجاهه أو بتزكية تتخيلون أن هذا لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه بنود هذه البيعة كان سيكون في المبايعين ولا الناقصين طيب ما كل واحد يحتاج أن يقف أمام نفسه هذه الوقفة الآن الواحد فينا يراجع تاريخه يراجع نفسه إذا لم يكن له تاريخ يتأمل يتأمل صادقا في مواقفه ماذا نفعل الآن في سبيل هذا الدين كم مرة نهضى الإنسان من نفسه أو بماله أو بجهده سخر علاقاته سخر جاهه أخذ من وقته لكي ينصر داعية أو ينصر مجاهدا أو يساهم في مشروع دعوي هذه هي الأسئلة الحقيقية التي تؤثر علينا نحن الآن في واقعنا إما أن نلتحق بركب هؤلاء الصالحين والأنصار وإما أن نكون في المتأخرين ونعوذ بالله أن نكون في ركب الفارين من الزحف من الذين سخط الله عليهم فالآن صحيح ما فيش نبي لكن لا تخلو الأرض من قائم لله بالحجة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين الأرض لا تخلو من دعاء لا تخلو من صالحين لا تخلو من مجاهدين لا تخلو من عاملين للدين وهؤلاء العاملين يحتاجون إلى كل جهد عند هذا الإنسان المسلم عندي وعندك وعنده فما رد فعلك حقيقة إن أنت إلى أي مدى ستساعد داعية مجاهدا ناصحا عاملا للدين إذا جاء يطلب منك دعمك وهذا الكلام يا جماعة هو في حق كل واحد أولا لكنه في حق من آتاهم الله من نعمه أشد وأبلغ هو في حق أصحاب الأموال أشد وأبلغ في حق أصحاب السلطة أشد وأبلغ في حق أصحاب الجاه والنفوذ أشد وأبلغ وهذه هي الاختبارات الحقيقية التي نعيشها اليوم والتي يجب أن لا تفلت منا أبدا لأنها هي التي تخبرنا حقا ما مقامنا في السيرة وتخبرنا حقا أن لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كنا سنكون في المبايعين أم كنا سنكون في الخالفين فأنا أرجو يعني أذكر نفسي وأذكركم أننا نتوقف أمام هذه الأسئلة لا نغادرها حتى ننتقل من يعني أننا نسمع السيرة كحكاية جميلة إلى أننا نعرف مقاماتنا عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام طيب انتهت البيعة رحل الأنصار لكن قريش تأكدت من أن خبر البيعة قد تم فخرجوا يطاردون هذا الوفد من يثرب فلم يظفروا بهم لكنهم ظفروا باثنين اثنين كانوا تأخروا في الوفد سيدنا المنذر بن عمر وسيدنا سعد بن عبادة أما المنذر بن عمر كان شخصية فيما يبدو رياضية وفارس ما فرسان فأرهقهم عدوا فلم يستطيعوا لكنهم أمسكوا بسيدنا سعد بن عبادة فجروه من شعره حتى ادخلوا به مكة وربطوه وديك تقريبا كده تعتبر أول حالة اعتقال في تاريخ الدعوة الإسلامية أقصد يعني اعتقال على المستوى الدولي وإلا طبعا فالمسلمين في مكة كانوا معتقلين وبينما هو كذلك طبعا نحن دلوقتي دخلنا في المستوى الدولي بعض أهل قريش فكوا سعد بن عبادة من بين أيديهم لأنه كان يجير لهم قوافلهم إذا عبرت على المدينة مسألة مسألة مصالح لما شعر الأنصار بأن سعد بن عبادة اعتقل راجعوا لكنهم فوجئوا بأن سعدا قد أطلق صراحه فعادوا إلى المدينة المنورة طيب ما ينفعش نعبر مسألة بيعة العقبة الثانية دون أن نتوقف وقفه مع الشخصيات أو أبرز الشخصيات التي جاءت في هذه البيعة نحن ذكرنا أن الستة الأوائل الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم أغلبهم شخصيات مجهولة وذكرنا أن الاثنى عشر أغلبهم أيضا شخصيات مجهولة وحتى السبعين أغلبهم شخصيات مجهولة وغير مشهولة طيب لكن حقيقة في هذه الشخصيات التي نعرفها مثل أسعد بن زرارة مثل عبادة بن الصامت مثل البراء بن معرور أبو الهيثم بن تيهان دروس ينبغي أن نتوقف عندها نبدأ بأسعد بن زرارة أبو أمامة أسعد بن زرارة نستطيع أن نقول هو البذرة الأولى لأنه كان موجود في الستة وكان موجود في الاثنى عشر وكان موجودا في السبعين وذكرنا أنه كان من أصغر القوم مع ذلك كان أكثرهم مبادرة وذكرنا أنه هو الذي استضاف سيدنا مصعب بن عمير في بيته لما كان سفيرا وهو الذي أوصاه كيف يمكن أن يدعو أسيد بن حضير ثم سعد بن معاذ وذكرنا أنه أول من أقام الجمعة ذكرنا حديث سيدنا عبد الرحمن بن كعب بن مالك وهو قد شهد أباه سيدنا كعب بن مالك كلما ذهب إلى الجمعة وكان قد كف بصره كان يقوده وهو إذا سمع نداء الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة لأنه كان أول من أقام لهم الجمعة في المدينة قبل أن يهاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم طيب جميل وذكرنا في المجلس الماضي أيضا أن سيدنا أسعد بن زرارة هو الذي اعترض البراء بن معرور وهو يبيع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر الأنصار إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله فإما أنتم تصبرون على ذلك وإن إخراجه مفارقة العرب كافة وأن تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك ولكم الأجر وإما أنتم تخافون من أنفسكم جبينة فتركوه فهو أعذر لكم عند الله تمام ده سيدنا مين أسعد بن زرار طيب سيدنا أسعد بن زرارة هذا مات بعد الهجرة بتسعة أشهر فقط يعني إيه مات بعد الهجرة بتسعة أشهر فقط يعني لم يرى جهادا ولم يجاهد ولم يؤذى ولم يصاب ولا يعني ذاق عض الصيوف ولا ذاق مفارقة العرب كافة ولا شيء من هذا كله بعد الهجرة مات بتسعة أشهر ومع ذلك فهو في المراتب الرفيعة وفي الدرجات العلا لماذا بنيته بنيته لأنه كان مستعدا لذلك تخيل هذا الرجل الذي كان بذرة الدولة الإسلامية لم يعاني شيئا تقريبا في إقامة الدولة الإسلامية لأنه أول خروج الأنصار إلى الجهاد كما سنأتي إن شاء الله وقدر لنا البقاء واللقاء أول خروج الأنصار في الجهاد كان في غزوة بدر في السنة الثانية للهجرة في رمضان من السنة الثانية للهجرة يعني هذا الرجل حين مات بعد دسعة أشهر من الهجرة لم يكن رأى جهادا ولا خرج في جيش نيته فقط يعني دخل الجنة ولم يدفع التكاليف سبحان الله يعني كم في الناس كم في الناس ممن استعرضناهم ورأيناهم في حوارات النبي مع بني عمر بن صعصاع وفي حوارات النبي مع بني شيبان ومع كندة ومع همدان كم في الناس من تردد في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من التكاليف ثم مات قبل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم مات كافرا عرض عليه الإسلام ردد في التكاليف مات كافرا وكان في الناس هذا مثال الذي أمامنا سيدنا أسعد بن زرارة أيضا لم يدفع التكاليف ولكنه دخل الجنة فارق النية فارق الاستعداد فيعني النصيحة أذكر نفسي وإياكم أن ينطوي المرء على نية حسنة الإمام أحمد كان يقول يا بني إنوي خيرا فما زلت في خير ما دمت تنوي خيرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يبلغ المؤمن بنيته ما لا يبلغ من عمله وقال نية المرء خير من عمله النية تكون خالصة لكن العمل يدخله التقصير تدخله الأخطاء ربما دخلته بعض حظوظ النفس لكن النية الصالحة فلذلك المرء المؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله طيب هذا سيدنا أسعد بن زرارة أبو أمام طيب وبالمناسبة سيدنا أسعد بن زرارة أيضا نال شرفا آخر قليل من الناس يعرفه احنا ذكرنا سيدنا أسعد بن زرارة كان من أصغر القوم في النقباء وكان نقيبا على بني مازن بن النجار على بني مازن من بني النجار طيب هؤلاء بنوا مازن اللي هم من بني النجار هؤلاء يمتون بصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذكرون في أول مجلس من مجالس السيرة النبوية ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم هاشم هذا تزوج سلمة بنت عمر النجارية من المدينة أو ولدت له عبد المطلب يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم أمه من بني النجار ولذلك لما ذهبت السيدة آمنة بنت واهب أم النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت به إلى المدينة كانت ذهبت تزيره أخواله من بني النجار فسيدنا أسعد بن زرارة من هؤلاء القوم لذلك لما مات بعد الهجرة بتسعة أشهر قالوا يا رسول الله التمس لنا نقيبا فقال أنا نقيبكم إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم يعني تولى مكانا كان فيه خليفة لمين لسيدنا أسعد بن زرارة رضي الله عنه طيب نذهب إلى الشخصية الثانية المعروفة من هذه الشخصيات التي أسست الدولة الإسلامية وهو سيدنا البراء بن معرور وذكرنا أن البراء بن إحنا أسعد بن زرارة قلنا كان من أصغرهم البراء بن معرور كان أكبرهم وسيدهم وهو الذي قام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذ لربك ما شئت فوالله لنمنعنك مما نمنع منه أزورنا فنحن أهل الحلقة وأهل السلاح وأهل الحروب ورثناها كابرا عن كابر طيب سيدنا البراء بن معرور وأيضا لكي نسهل على أنفسنا حفظ الصحابة سيدنا البراء بن معرور كنيته أبو بشر وبشر ولده هذا هو الذي مات من سم الشات التي وضعتها اليهودية للنبي صلى الله عليه وسلم ولموته قتل النبي هذه اليهودية قصاصا تمام لكي نربط بين الصحابة فهو أبو بشر وابنه بشر هذا مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم طيب سيدنا البراء بن معرور كانت له قصة كان رجلا يعني متحمسا فاشتاق أن يصلي إلى الكعبة طبعا في ذلك الوقت كانت القبلة إلى إلى بيت المقدس والنبي لأنه في مكة مكة في الجنوب يا جماعة الخير فالنبي لأنه في مكة كان إذا صلى إلى بيت المقدس في الشمال جعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فهو يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس في اتجاه واحد لكن حين تذهب إلى المدينة المدينة في المنتصف بين مكة وبين بيت المقدس فالتوجه أهل المدينة إلى الكعبة عكس توجه إلى بيت المقدس فهو صلى إلى الكعبة باجتهاد منه وقال إني عزمت أن لا أترك هذه الكعبة وصل إليها وظل عاما لكن بقية للصحابة الأنصار خلفوه في هذا هو يصلي إلى الكعبة وهم كانوا يصلون إلى بيت المغدس فلما رأى أصحابه قد خلفوه دخله في ذلك شك وقال لقد وجدت في نفسي حين رأيتكم قد خلفتموني فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها يعني النبي طبعا هنا تجد أولا تعلق الصحابة بالكعبة في حدثة البراء المعرور ولكن انضباطهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صار مصدر المعرفة صار مصدر التوجيه فالصحابة حين امتنعوا تشكك هو فعاد البراء بن معرور ليصلي إلى بيت المغدس طيب البراء بن معرور كصاحبنا أيضا أسعد بن زرارة مات قبل الهجرة بشهر قبل الهجرة يعني قبل تأسيس الدولة الإسلامية يعني أيضا هو الذي بايع وقال نحن أهل الحروب وأهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا هذا الرجل أيضا دخل الجنة وبلغ هذه المراتب بنيته فقط ولم يدفع أي تتكاليف لأنه مات قبل أن تأتيه التكاليف من النصائح التي لا أنساها لبعض مشايخنا كان يقول إذا أردت أن تنام نم في الركب يا وقالها باللهجة العمية بقول يعني أنت دلوقتي قاعد على محطة الأطر لما تحب تنام اركب الأطر ونام ما تنامش فين على المحطة لأنك لما تنام وانت راكب الأطر في الآخر الأطر هيوصلك لكن لما تنام وانت على المحطة لأطر هيوصلك فهو يقصد بهذا ركب الصالحين لما يبقى أصحابك قوما صالحين حتى لو ضعفت وأنت بينهم فإنهم يحملونك يعني حتى وإن أصابك فتور وإن وقعت في ذنوب ومعاصي بالنهاية البيئة الصالحة التي تحيط بك تحملك تمنع انهيارك يعني تحرسك على الأقل يداخلك منها حياء لكن ترك الصالحين الخروج من البيئة الصالحة انهيار كامل انهيار كامل فلذلك نرجع ونقول مسألة النية ومسألة أن توجد في بيئة صالحة أحيانا يكتب الله لك بذلك الأجر دون أن يقع عليك التكليف دون أن تدفع الثمن دون أن تضحي هذه التضحيات المنتظرة فهذا سيدنا البراء بن معرور ومن قبله سيدنا أسعد بن زرارة بلغوا هذه المراتب الرفيعة مع أنهم عمليا لم يجاهدوا لم تعضوهم السيوف لم يضطروا إلى حروب وإنما بلغوا ذلك بنواياهم الصالحة بالجاهزية بالاستعداد طيب منهم أيضا ممن ذكرنا سيدنا العباس بن عبادة بن نضلة وذكرنا أن سيدنا العباس بن عبادة بن نضلة هو الذي قال في باية العقبة الثانية حد فاكر قال يا رسول الله لو شئت لنمي لنا على أهل منا غدا بأسيافنا فقال إني لم أمر بهذا سيدنا العباس بن عبادة بن نضلة هذا أيضا هذا له مزية أخرى فقد روية وهذه رجح الحافظ بن حزر في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة أنه بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة حتى هاجر معه إلى المدينة يعني حتى هاجر النبي إلى المدينة فكان هو مهاجري فكان مهاجريا وأنصاريا في وقت واحد فهذه كانت مزيته بين الصحابة رضوان الله عليه وهذا أيضا لم تطل به الحياة كان من شهداء غزوة أحد فهو أيضا لم يعضه من الجهاد إلا هذه المعارك معركة بدر وأحد واستشهد فيها رضي الله عنه طيب ومن هؤلاء الشخصيات سيدنا عبادة بن الصامد سيدنا عبادة بن الصامد بقى بخلاف هؤلاء السابقين سيدنا عبادة هذا رجل طال عمره وشهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وروا عن النبي الحديث وعاش زمن أبي بكر وزمن عمر وزمن عثمان وزمن علي وزمن معاوية ومات في زمن معاوية سيدنا عبادة بن الصامد وله مواقف شهيرة طبعا في السيرة وفي الفتوحات ومن أشهرها أنه كان أحد الأربعة الذين أرسلهم سيدنا عمر بن الخطاب إلى عمر بن العاص في فتح مصر لما قال له أرسلت لك ثمانية آلاف أربعة آلاف رجل وأربعة رجال كل واحد منهم بألف فكان منهم سيدنا عبادة بن الصامد وطبعا سيدنا عبادة بن الصامد أحد الذين رووا لنا باعة العقبة وهو صاحب الحديث سبحان الله هذا الحديث حديث عبادة رضي الله عنه يستدل به المداخل ويستدل به العلمانيون وهو حجة عليهم بل هو طعنة في قلوبهم وهو قوله وهو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى أن لا ننازع الأمر أهله هذه الحتة اللي بتعجب العلمانين والمداخلة المداخلة يقول لك اسمع وأطع وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك تمام والعلمانين يقول لك الإسلام زي زي غيره من الأديان أفيون الشعوب ويعبدوا الناس للطغاة والحكام والجبارين وينسون ويتجاهلون بقية الحديث في نفس السطر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن نقول الحق لا نخشى في الله لوم تلائم يا جماعة لفت نظركم نص الحديث الأول ولم يلفت نظركم نص الحديث الثاني تمام فصاحبه هو يعني راويه هو سيدنا عبادة ابن الصامت رضي الله عنه فسيدنا عبادة هذا هو الذي بايع وهو الذي ايه واجه كل هذه التكاليف وهو من المشهورين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمن سيدنا معاوية رضي الله عنه بل هو قد روى الحديث في هذا السياق في سياق أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم المسلم اللي هو سيدنا معاوية هو مما بايع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق أو أن نقول الحق لا نخشى في الله لوم تلائم تمام طيب وسيدنا طبعا عبادة ابن الصامت ونحن الآن في طفن الأخصى هو إما أنه مات في بيت المقدس وإما أنه مات في مدينة الرملة على خلاف بين الروايات فهو من الصحابة الذين سكنوا الشام وسكنوا هذه الأرض الطاهرة المقدسة طيب آخر واحد معانا في هؤلاء الرجال هو سيدنا عويم بن ساعدة الأنصاري وسيدنا عويم بن ساعدة كان أيضا من رجال باعة العقبة الأولى ومن رجال باعة العقبة الثانية وفيه نزل قول الله تعالى في شأن المؤمنين فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين وكان سيدنا عويم بن ساعدة أخا لسيدنا عمر بن الخطاب في المؤاخة التي وقعت بين المهاجرين والأنصار سيدنا عمر لما سيدنا عويم بن ساعدة أيضا طال عمره فشهد مع النبي المشاهد وعاش زمن أبي بكر ومات في زمن سيدنا عمر وسيدنا عمر لما وقف على جثمانه وهو ميت قال ما نصبت راية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان هذا في ظلها نموذج الاستعداد نموذج الجاهزية نموذج الوقف أن يقف الإنسان نفسه في سبيل الله وتحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب يا جماعة الآن لابد من وقفة بين الهجرة إلى المدينة وبين الهجرة إلى الحبشة طيب هجرة الحبشة كانت لتأمين الأفراد لكن هجرة المدينة كانت لإقامة الدولة الجميل معي في أنه فارق ضخم فارق ضخم بين الفرار بالدين وبين إقامة الدين فارق ضخم تمام؟ يعني هؤلاء فروا من مكان لا يستطيعون فيه إقامة دينهم هم في أنفسهم إلى مكان يستطيعون فيه أن يعبدوا الله لكن لا يستطيعون فيه إقامة الدولة إقامة الدين كله وأما الهجرة إلى المدينة فقد كانت لإقامة الدين طيب الهجرة الأولى الهجرة إلى الحبشة هي الدخول في جوار الكافرين أو يعني بالمصطلح المعاصر أنت ستذهب إلى دولة وستكون ملتزما بقوانينها ودستورها لكن الهجرة إلى المدينة هي هجرة لإقامة القانون إقامة الدستور فارق ضخم بين أن تنزل تحت قانون فيه الحرية الدينية وفيه الحرية الشخصية وبين أن تقيم قانونا هو الشريعة الذي ينظم هذه العلاقات العلاقات بين الإنسان وربه وبين الإنسان ومجتمعه وبين الإنسان وحتى البيئة يعني الشريعة الإسلامية يا جماعة الخير تنظم حتى علاقة الإنسان بالحيوان وعلاقة الإنسان بالنبات وعلاقة الإنسان بالجماد كل هذا له تفصيل طويل في الشريعة نحن عندنا دخلت امرأة النارة فيه فرة حبستها لحقوق الحيوان تمام؟ وعندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا الطير غرضا يعني إذا عايز تتعود الرماية تنشن فلا يكون الغرض لا يكون الهدف كائن حي ففارق بين أن تدخل تحت قانون يحفظ الحرية الشخصية وبين أن تقيم قانونا ينظم هذه العلاقات طيب هنا معنى أيضا أو يعني يجب أن نتوقف في أمر آخر وهو كيف ينتصر هذا الدين نحن ذكرنا يا جماعة الخير يعني خلونا نقسمها ثلاثة مراحل نحن ذكرنا أن الأنبياء كان الله تبارك وتعالى يرسلهم إلى أقوامهم فيدعونهم ويبلغونهم يؤمن من آمن ويكفر من كفر حتى يأتي عذاب الله بإهلاك الكافرين وإنجاء المؤمنين تمام؟ هذه سيرة الأنبياء هذه السيرة أو هذه العقوبة التي تنزل من السماء كانت في مرحلة ما عند سيدنا موسى عليه السلام عند سيدنا موسى إغراق الله لفرعون هو التدخل الأخير للسماء في نصرة الأنبياء تمام؟ بعد ذلك صار هذا الدين تكلف به أمة من الأمم تحمل الرسالة وتجاهد في سبيله فإذا جاهدوا في سبيل الله وكانوا عبادا لله نصرهم الله وأعانهم بالمعجزات لكن إذا تخلوا عن هذا الدين تخلوا عن هذه الرسالة نكثوا رجعوا على أعقابهم ما الذي يحصل؟ يسلط الله الكافرين عليهم مع أنهم أقربوا إلى الله من الكافرين فهذه سيرة بني إسرائيل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار يبقى كان المطلوب من أمة بني إسرائيل أن تحمل الكتاب وتجاهد في سبيل الله جاهدوا نصرهم الله لم يجاهدوا نكبهم الله تمام؟ ولذلك لما قالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون قال الله فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض ومات موسى ومات هارون وقومه مشتتون في زمن التيه يعني النبي موجود ولم ينتصروا لم ينتصروا على الجبارين وظلوا تائهين في الصحراء عقوبة من الله له طيب لما نشأ الجيل الآخر وقادهم نبي الله يوشع بن نون عليه السلام وقاتل بهم القوم الجبارين أخر الله له غروب الشمس حتى ينتهي من انتصاره على هؤلاء القوم الجبارين ودخلوا الأرض المقدسة وحكموها طيب بعد ذلك أفسدوا وبدلوا وغيروا ما الذي حصل صلط الله عليهم القوم الجبارين فأخرجوهم من هذه الأرض المقدسة ونزعوا منهم مقدساتهم وبدأت قصة أخرى القصة اللي احنا عارفينها كلنا في صورة البقرة التي أوردها الله تبارك وتعالى وهو يحكي قصة طالوت ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا يبقى هذه مرحلة ذل واستضعاف رغم أنه كان فيهم نبي رغم أنه كان فيهم نبي تمام ولذلك طيب بعد ذلك لما انتصروا على يد طالوت وبعد ذلك دخلوا في العصر الذهبي لبني إسرائيل لهو كان تحت ملك داود وسليمان هنا انتصروا وعاشوا حياتهم وملكهم الذهبي بعد سليمان عليه السلام أيضا ضعفت هذه الدولة اليهودية وتقسمت دولة شمالية ودولة جنوبية والدولة الجنوبية أكلها المصريون والدولة الشمالية أكلها العراقيون القصة اليهود المعروفة فكانت بني إسرائيل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي لكن بني إسرائيل لم يقوموا بالرسالة المكلفين بها فلذلك كانوا كما وصفهم الله تبارك وتعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون يبا هذه المرحلة الثانية إن الدين صار الله تبارك وتعالى يكلف أمة بحمله والجهاد في سبيله جاهدوا نصرهم الله لم يجاهدوا نكبهم الله وصلت عليهم الكفار حتى لو أن هؤلاء الذين يحملون الدين وقصرون فيه كانوا أقرب إلى الله من هؤلاء الكفار المرحلة الثالثة هي مرحلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة اصطفاها الله تبارك وتعالى كما قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا هذه الأمة لم تبدل في الدين ولم تغير في الدين ولم تقتل نبيها بل جاهدت مع نبيها صلى الله عليه وسلم فكانت هي المثل الأعلى في هذه المرحلة الآن نحن أمام بيعة العقبة الثانية التي هي بيعة النصرة بيعة الدولة بيعة الجهاد ولذلك يجب أن نعرف ونوقن ونؤمن ونحن نرى هذا يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم نحن نرى في سيرته أنه لم يتنزل عليه نصر من الله دون جهات صح؟ ونرى أن النصر تأخ يعني لا أقول النصر الآن بل أقول هذه البذرة هذا الأمل تأخر 11 سنة يعني النبي بدأ في الدعوة منذ أن نزل عليه الوحي الآن حين جاءه الستة ثم حين جاءه الاثنى عشر ثم السبعون يعني هذا في سنة كم؟ بدأ في سنة 11 من البعثة يعني 11 سنة يا جماعة طيب لماذا 11 سنة؟ لم يبعث النبي في المدينة مثلا لماذا لم يأتي هؤلاء الستة منذ السنة الأولى؟ ذكرنا بعض الأسباب في المجالس الماضية لكن الآن يجب أن نذكر سببا جديدا وهو أن الله تبارك وتعالى يعني المسلم الذي سيقيم الدين لا بد له من صفات خاصة لا بد له من صبر لا بد له من ثبات لا بد له من تربية لا بد له من معاناة ولذلك أنت ترى السابقين الأولين عاشوا 11 سنة يؤمنون بالإسلام ويعانون من هذا الإيمان دون أن يبدو لهم أمل لا أمل في الأفق جاءهم الأمل بعد 11 سنة 11 سنة فلذلك لا يوجد نصر هيئ لا يوجد نصر سهل يعني الآن ما أكثر سؤال ربما يأتي إلى العلماء والدعاء والمتحدثين والخطباء يا شيخ نعمل إيه علشان غزة يا شيخ نعمل إيه علشان فلسطين قل لنا قولا طب يا جماعة هم اليهود لم يتوحشوا هذا التوحش ولا الأمريكان لم يعلوا هذا العلو لم يتفوقوا هذا التفوق لأنهم وجدوا شيئا سحريا صنعوه فرفعهم على الناس هذا جهاد سنين وجهاد قرون وهم يجاهدون ويتعلمون وينتجون الأسلحة ويخططون ويدبرون بذلوا في هذا الأرواح وبذلوا في هذا الدماء وبذلوا في هذا العقول حتى صاروا بهذه القوة وهذا التمكن وهذا التفوق فالآن أنت تريد شيئا تفعله الآن ينصر المسلمين غدا ومكلف الأشياء ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري الآن لا توجد حلول سهلة لا توجد حلول مباشرة الحلول الآن هي البدء بالجهاد الطويل والجهاد المرير الجهاد الذي تهلك فيه النفوس وتهلك فيه الأموال وتهلك فيه العقول تهلك فيه الطاقات تهلك فيه الجهود ودون هذا لن تتغير أحوالنا لن تتغير أحوالنا فالذي يستسهل ويقول لك احنا شبعنا كلام عايزين حلول كل كلام أولونا نعملين ليس الأمر كذلك ليس الأمر كذلك هؤلاء لم يبلغوا هذا المبلغ في يوم أو في شهر أو في سنة وكذلك لا يمكن أن يعتدل الميزان في يوم أو في شهر أو في سنة والله تبارك وتعالى من رحمته ورأفته بنا أنه يحاسب المرأة فردا قال وَقُلْ لُّكُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدا والله تبارك وتعالى من رحمته بنا أنه يحاسب على العمل ولا يحاسب على النتائج لو أن الله يحاسب على النتائج لكان كل المسلمين في عصور الاستضعاف هذه هلكة لأنهم لم ينصروا الدين لكن الله تبارك وتعالى يحاسب على النتائج بل من رحمة الله بنا ومن فضل الله علينا أن المجاهدين والعاملين والصالحين في أزمنة الفساد لهم أجر أعلى من أجور الذين عملوا وبذلوا في عصور الأمن والتفوق تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول اشتاقت نفسي إلى أحبابي أولسنا أحبابك يا رسول الله قال بل أنتم أصحابي وإنما أحبابي قوم يأتون من بعدي للواحد منهم أجر أربعين منكم قالوا بل أربعين منهم قال بل منكم فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك منكم عشر ما أمر به هلك من ترك عشر ما أمر به هلك وسيأتي زمان لو قام الواحد منهم بعشر ما أمر به نجا فارق الزمن فارق المعونة فارق القوة والضعف فمن رحمة الله تبارك وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبا للغرباء قالوا ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون إذا فسد أمتي وفي رواية يصلحون ما أفسد أمتي فمن رحمة الله علينا ومن فضله علينا أن العمل في أزمنة الاستضعاف في أزمنة الانهيار في أزمنة الانكسار هو عمل مضاعف فالله تبارك وتعالى يحاسب الناس أفرادا ولا يحاسبهم على النتائج تمام يا جماعة الخير ما نستفيده الآن من بيعة العقبة وكما ذكرنا أن هذا الدين لا يقوم إلا بجهاد لا ينتصر إلا بجهاد ولا ينتصر إلا على أكتاف مثل هؤلاء الناس الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان يجب أن يراقب نفسه ويراقب طباعه ويراقب ما فيه يحاول أن يختبر نفسه دائما في ضروب الحياة في مواقف الحياة ماذا كان سيكون لو كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو الآن يقوم بواجباته في نصرة الدين في الجهاد من أجل الدين هل كان هذا لو أنه كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيكون من المبايعين ولا لا تمام طيب الآن ندخل في موضوع شديد الأهمية شديد الخطورة طيب الحمد لله الوقت انتهى فندخل إليه إن شاء الله في المرة القادمة كثير من الإخوة يقول أن تترك الحديث في موضوع مشوق فالحمد لله ختمة ونبدأ إن شاء الله في المجلس الماضي من هذا الموضوع المهم هو حديث عن أوضاع المدينة وهل فعلا أيها المجلس القادم هل فعلا كانت المدينة بلاش طيب خلاص عشان ما مفتحش الموضوع نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته احياء جيل على خطى السابقين